بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الزراعية مجال فني معمل في حلقة جديدة من مادة الفيزياء الزراعية مرحب أيضا بجميع السادة المشاهدين بيتبعونا من خلال قناة مصر للتعليم الفني وطبعا زي ما احنا دايما عودناك وقلنا في الحلقات السابقة احنا بنشرك الشق العاملي بالشق النظري لان دايما اشراك اكتر من حاسة بيثبت المعلومة بنحاول بقدر المستطاع ان احنا ننقلك المعمل داخل الاستيديو عشان تقدر تستفيد بالحلقة وزي ما احنا دايما بنقول ان اشراك اكتر من حاسة بيثبت المعلومة كل اللي انا عايزه منك دلوقتي ان انت تجيب ورق وقلم وفي نفس الوقت تجيب كباية ومعاك شوية سكر وشوية نشا وهنقولك هتعمل يا عشان التجارة بتعملها معنا واحنا شغالين ان شاء الله طبعا احنا بنستكمل حلقات الوحدة الاولى اللي هي وحدة المحاليل طبعا احنا عارفين ان مادة الفيزياء عبارة عن خمس وحدات وحدة المحاليل وحدة الصوت وحدة الضوء وحدة الكهربية ووحدة المغناطسية بدأنا بوحدة المحاليل والوحدة دي مهمة جدا لان زي ما احنا قلنا ان شاء الله انت هتتخرج امين معمل ممكن تكون امين معمل كيميا او معمل فيزياء او تشتغل في اي معمل من المعامل كل المعامل دايما بتشتغل في المحاليل المحاليل على فكرة زي ما احنا دايما الفكرة اللي احنا واخدنا عن المحاليل ان بمجرد ما بنقول كلمة محلول يعني حاجة سيلة طبعا لا الكلام ده غير صحية لان انواع المحاليل هقولها لك ببساطة وبطريقة ظريفة جدا ودايما زي ما احنا برضو بنعودكم ان احنا بنعمل مراجعة سريعة على الحلقات السابعة لشان ابنانا الطلبة اللي هم ما كانوش متابعين معانا في الحلقات السابقة يسترجعوا الجزء اللي فاتهم ولما نبدأ في حلقة النهاردة يبقى هما ماشيين معانا على طول هعمل لك رسمة بسيطة كده لانواع المحاليل لاني دايما لو السؤال جيه قال لك اذكر انواع المحاليل بس يبقى في الحالة دي هتكتب انواع المحاليل كلها اللي هي عبارة عن ايه في حد يقدر يقولي المحاليل دي بتتكوم من ايه طبعا المحاليل بتتكوم من الثلاث حالات للمادة اما حالة غازية او حالة سائلة او حالة ايه صلبة وطبعا احنا عارفين يمكن تحويل الحالة الصلبة الى الحالة السائلة تمام بطريقة نسميها لانصهار وممكن السائل بنحوله الى صلب عن طريق التجمد السائل ممكن يتحول الى غاز عن طريق ايه التبخير لكن في عندنا بعض المواد لها حالات استثنائية يمكن تتحول من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية مباشرة دون المرور بالحالة السائلة والظاهرة دي بنسميها ظاهرة ايه التسامي ودي موجودة عندنا في مادتين اللي هو النفتلين واليود ولذلك لما يكون عندك نفتلين او يود داخل المعمل احكم الغطاء كويس اوي لان لو الغطاء بتاع الزجاجة او البرطمان مفتوح جزئيا هتصاعد كمية من الابخرة اللي هي المحملة اصلا بمادة النفتلين او اليود لان احنا قلنا دول بيظهر لهم او بيتحولوا الى البخار مباشرة دون المرور بالحالة السائلة طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده اني الانواع المحاليل عندنا محاليل في الحالة الغازية محاليل في الحالة السائلة محاليل في الحالة الصلبة واللي بيهمنا في المحاليل دي كلها اللي هي المحاليل في الحالة السائلة لان دي ات مهم تعالوا مع بعض نعمل رسمة ظريفة كده بجد لو انتم عملتوها معايا مش هتقدر تنسى الجزء بتاع الوحدة كله لان الوحدة كلها بتتكلم على انواع المحاليل تعالوا نشوف مع بعض كده نعملها مع بعض هذه ايه انواع المحاليل انواع المحاليل ديت لما هنعمل نفس الرسمة ديت هتبقى رسمة ظريفة جدا هنشوفها كده مع بعض هنعمل ثلاث اسهم كده وكده وكده احنا قلنا المحاليل كلها بتتكون من حالات المادة اللي هي الحالة السائلة والحالة الغازية والحالة الصلبة يبقى عندنا اول حاجة محاليل في الحالة الغازية دي اول حاجة تاني حاجة عندنا محاليل في الحالة السائلة وهنقول يعني ايه معنى الكلام ده وعندنا محاليل في الحالة الصلبة يعني احنا عندنا محاليل حالة سائلة وحالة صلبة وحالة غازية. ايه معنى كلمة محليل في الحالة الغازية? يعني المزيب آآ غاز. لان احنا قلنا عرفنا قبل كده المحلول. قلنا هو عبارة عن ايه? هو عبارة عن مخلوط. متجانس. يتكون من مادتين او اكثر. المادة الموجودة بنسبة كبيرة بنسميها مزيب. والمادة الموجودة بنسبة قليلة تسمى مزيب. طيب محليل في الحالة الغازية يعني المزيب هنا ايه? برافو غاز. يبقى عندنا اول حاجة لو قلنا المزيب هنا غاز. يبقى اول حاجة عندنا هتوب غاز في غاز. تمام? برضو هنا المزيب غاز. المزيب دايما بنخليه في الناحية اليسار. سائل في غاز. وعندنا برضو ايه? صلب في غاز. ده معنى ان محليل في الحالة الغازية. يعني المزيب عندنا ايه? المزيب عندنا غاز. تم محليل في الحالة السائلة ركز معي في الجزئية دي لانها مهمة جدا. محليل في الحالة السائلة يعني المزيب عندنا ايه? سائل. يبقى اول حاجة عندنا من حالات المادة غاز هيبقى غاز في سائل. عندنا تاني حاجة سائل في سائل. وبعد كده عندنا صلب في سائل. تمام? طيب محليل في الحالة الصلبة يعني عندنا المزيب هنا ايه? صلب. يبقى اول حاجة في حالات المادة عندنا غاز في صلب بعد كده سائل في صلب بعد كده صلب في صلب لو انت عرفت الحتة دية والجزئية دية وقسمت الورقة بالطريقة دية عمرك ما هتنسى موضوع الحلقة كلها او الوحدة كلها لان الوحدة زي ما انا قلت لك بتتكلم على المحالين وعرفنا المحلول بنعرفه تاني قلنا هو عبارة عن المادة التي تتكون او المحلول هو عبارة عن مخلوط متجانس بيتكون من مادتين او اكثر المادة الموجودة بنسبة كبيرة بتسمى ايه مزيب والمادة الموجودة بنسبة قليلة تسمى مزاب وفي الحلقات السابع جبناك كباية زي ما انا بقولك وكباية معاك دلوقتي في البيت خد معلقة سكر ودوبها في الميا احنا في الحالة دي عايزين نكون محلول ايه برابو محلول سكري احنا لما هناخد معلقة من السكر واخدين ملعقة واحدة من السكر والكاس فيه كمية منين من الميا ومجرد ما نضيف ونقلب ايه اللي يحصل هنكون عندنا ايه هنكون عندنا محلول ادي عندنا الكاس اهوت برضو هوت وهنجيب ملعقة وناخد جزء من السكر سواء سكر او ملح اي حاجة من دول وبعد كده نبدأ نضيفها على الايه على الكاس ونبدأ نعمل عملية الزوابان اه طبعا دلوقتي احنا بنعمل حاليا دلوقتي المحلول اللي احنا بنعمله اه هواضحها قدامكم دلوقتي عشان كلنا نشوفها تمام ده عبارة عن ايه الكاس وفيه كمية من المية وكمية ايه من السكر كمية السكر اللي احنا خدناها كانت كمية كبيرة ولا صغيرة برافو كمية صغيرة اما المية نسبتها كبيرة يبقى في الحالة دية بنقول اني الكمية المية اللي موجودة هي المزيب اما كمية السكر هي المزاب دايما الكمية اللي بتبقى موجودة بنسبة كبيرة بنسميها ايه مزيب والمادة الموجودة بنسبة قليلة تسمى ايه ما تنساش الجزئية ديت لان الجزئية ديت مهمة اول ده بالنسبة لتكوين محلول ملحي سواء محلول ملحي او محلول سكري الاتنين ايه الاتنين واحد نرجع تاني الورقة اللي احنا كتبين عليها اللي هي انواع المحاليل لان انواع المحاليل ديت زي ما انا قلتلك مهمة جدا طيب احنا بنضرب امثلة ممكن يجي السؤال يقولك اذكر انواع المحاليل مع ذكر مثال لكل انواع احنا عندنا محاليل في الحالة الغازية ومحاليل في الحالة السائلة ومحاليل في الحالة الصلبة وقولنا يعني ايه محاليل في الحالة الغازية يعني المذيب غاز وقولنا في منها غاز في غاز وعندنا سائل في غاز وعندنا صلب في غاز عندنا محاليل في الحالة السائلة غاز في سائل سائل في سائل صلب في سائل محاليل في الحالة الصلبة غاز في صلب سائل في صلب صلب في صلب طيب فيه فرق بين سائل في غاز وغاز في سائل اه طبعا فرق كبير سائل في غاز عندنا زي الضباب الضباب عبارة عن كمية من المية متبخرة فيه الهواء الجوي الهواء هو المزيب بالنسبته كبيرة جدا اما المية اللي هي موجودة بتعتبر كمية ايه قليلة يبقى سائل في غاز زي الضباب اما غاز في سائل زي المياه الغازية وطبعا دي قلناها في الحلقات السابقة بس انا حبيت اذكر لك امثلة عشان ما تقولش ايه فيه لخبطة لا احنا كده طالما انت هتركز على انواع المحاليل ديت هتلاقيك فاهم الموضوع مش هتنساه تاني ابدا موضوع بقى اللي تكلمنا فيه بعد كده اللي هي محاليل الحالة السائلة ومحاليل الحالة السائلة قلنا برضو منها فيه منها تلات حاجات غاز في سائل وسائل في سائل وصلب في سائل احنا خدنا الحالة اللي فاتت غاز في سائل حلقة النهاردة ان شاء الله بناخد ايه سائل في سائل وان كان فيه وقت من الحلقة هناخد صلب في سائل الجزئية ديت مهمة جدا وزي ما احنا بنقول دايما هناخد جزء نظري وجزء ايه عملي نركز كده مع بعض ونشوف نبدأ مع بعض شرح حلقة اليوم اول حاجة بنقولها ايه هو المحلول قلنا هو عبارة عن مخلوط متجانس يتكون بمادتين او اكثر المادة الموجودة بنسبة قليلة تسمى مزيب والمادة الموجودة بنسبة مزيب اما المادة الموجودة بنسبة كبيرة تسمى مزيب تاني المادة الموجودة بنسبة قليلة زي السكر بنسميها مزيب اما المادة الموجودة بنسبة كبيرة بنسميها مزيب النهاردة بقى بنتكلم على محلول السوائل في السوائل ودي بتعتبر نوع من انواع محليل الحلل ايه برافو الحلل السائلة تعالوا مع بعض نعرفها بنقول هي عبارة عن محاليل يكون كل من المزاب والمزيب في الحالة السائلة زي ما أنا علمت لك برضو في الورقة قدامنا قلنا ده سائل في سائل يعني المزاب سائل والمزيب ايه سائل نشوف مع بعض تأسيم محاليل السوائل في السوائل من حيث قابليتها للامتزاج نرجع بقى الجزئية مهمة اهل احنا لما جينا قولنا لو جالك السؤال قالك اذكر انواع المحاليل بس يبقى في الحالة دي هيحطك في بوتقة كبيرة شوية هتبدأ انت تكتب له انواع المحاليل اللي احنا كتبناها في الورقة اللي هي محاليل في الحالة الغازية ومحاليل في الحالة السائلة ومحاليل في الحالة الصلبة طالما ما قالكش اذكر مثال يبقى هنكتب نفس التفريع اللي احنا عملناها قبل كده لكن لو جاء قالك اذكر انواع محليل الحالة الغازية هنقول له غاز في غاز سائل في غاز صلب في غاز طيب لو جاء سؤال بقى بتاع حلقة النهاردة يقولك اذكر انواع محليل السوائل من حيث الامتزاج من حيث ايه الامتزاج عندنا 3 انواع من المحليل محليل تمة الامتزاج ومحليل محدودة الامتزاج ومحاليل عديمة الامتزاج تعالوا كده نشوفهم مع بعض وازاي نقدر نفصل محاليل تمة الامتزاج ومحاليل عديمة الامتزاج لان دي في بعض الاجهزة بتستخدم لفصل هذه المحاليل عن بعضها ودية بتيجي في الامتحان العملي وممكن يجي منها جزء او سؤال في الامتحان النظري اول سؤال بنقول ايه اذكر تأسيم محاليل السوائل في السوائل من حيث قابليتها للامتزاج اول حاجة عندنا ايه محاليل تمة الامتزاج ايه هي المحاليل تمة الامتزاج دي هي محاليل السوائل التي تمتزج ببعضها باي نسبة مكونة محلول متجانس هي عبارة عن محلول متجانس برضو بيتكون المزيب سائل والمزيب ايه سائل وذلك عند درجات الحرارة المختلفة دية المحاليل ايه تمة الامتزاج بس عندنا برضو نوعين من محاليل اللي هي تامة الامتزاج نشوفها مع بعض إذا كان السائلين الممتزجين متشابهين كيميائيا خلي بالك من الجزئية دي لأن دي من الأسئلة اللي ممكن تيجي من بين السطور كده ممكن يجي يقول لك عرف المحلول المثالي أو ممكن يجي يقول لك إذا كان السائلين الممتزجين متشابهين كيميائيا مثل البنزين والطلوين يسمى المحلول المتكون من امتزاجهما مع النقط يجي في صورة نقط يبقى هنا إذا كانوا المادتين السائل ده والسائل ده السائل المزاب والسائل المزيب اللي اتنين متشابهين كميائيا يبا هدوني محلول ايه برافو محلول مثالي يبا المحلول المثالي هو عبارة عن مخلوط متجانس بيتكون من سائلين ممتزجين مع بعضهما ولكنهم ايه متشابهين كميائيا تب المحلول الغير مسالي عكسه بالزبط هو عبارة عن مخلوط متجانس بيتكون من سائلين احدهما مزاب والاخر ايه مزيب بس الفرق بينهم ايه ان الاتنين مختلفين في التركيب الكيميائي ياريت المعلومات دي نكتبها برضو مع بعض ده بالنسبة ليه المحلول المثالي نشوف المحلول الغير مسالي بقى اذا كان السائلين الممتزجين غير متشابهين في خواصيهم الكيميائية يسمى المحلول المتكون من امتزاجهم بالمحلول غير المثالي عندنا مثال زي الكحول في الماء نشوف عندنا بقى كيف يتم ممكن السؤال يجي يقول لك كيف يتم الفصل بين المحليل تامة الامتزاج او ما هو الجهاز المستخدم في الفصل بين المحليل تامة الامتزاج عندنا جهاز بنسميه جهاز التقطير التجزيئ ده جهاز التقطير التجزيئ وده موجود في المعمل الجهاز ده هو عبارة عن مصدر لهب ودوره بيوضع فيه المادة اللي هي سواء محلول مثالي او محلول غير مثالي وعندنا عمود التجزيئة وعندنا مكسف عشان يكسف الابخرة اللي طلعه والجهاز ده بنسميه جهاز ايه التقطير التجزيئ عندنا رسمة جاي بنهالكو بقى لان المحلول المثالي او المحليل اللي هي تمت الامتزاج عندنا مثال زي البترول البترول من المحليل ايه تمت الامتزاج ده بنعمل عملية فصل بين المكونات بتاعته وفي الحالة دي ده عبارة عن ايه؟ عن موقع لتكرير البترول لو احنا ملاحظينه لحظينه عبارة عن ايه؟ عبارة عن طبقات فوق بعضها غرف فوق بعضها كل غرفة طالع منها مصورة الغرف دي بيتكسف فيها البخار بتاع المادة لان المواد مختلفة في الكسافة المواد المتكون منها البترول طبعا مواد كتيرة بتختلف فيه الكسافة فكل جزء من هذه المواد بيتكسف عند نقطة معينة او في غرفة معينة من هذه الغرف بيخرج فيه المصورة اللي هي الجانبية دي وبالتالي بتكون بيتم فصل المحليل او مكونات المحلول اللي هو تام الامتزاج طب نشوف مع بعض اللي هي النوع التاني من المحليل اللي هي المحليل عديمة الامتزاج محليل عديمة الامتزاج عندنا زي ايه؟ ايه هي محليل عديمة الامتزاج؟ يعني عندنا المزايب سائل والمزيب سائل والاتنين لما نجي نخلطهم مع بعض ما يدخلطوش طب نجرب مع بعض نشوف حاجة زي ايه؟ لو احنا جبنا انبوبة اختبار دي انبوبة اختبار معانا هيت وهنعمل نضع كمية من الماء وتمية ايضا من الزيت ادي كمية من الزيت على فكرة دايما لما نجي نمسك الامبوبة عشان نخلي بالنا قوي الامبوبة دايما لما نجي نمسكها بنمسكها بيوضع مائل علشان ما تعملش ايه؟ ما تعملش مشكلة علشان لو احنا بنضيف مادة كيميائية او بنضيف مادة كوية او اي حاجة لابد ان احنا ايه؟ نضع الامبوبة في الوضع المائل بزاوية 45 بعد كده هنضع الكمية من الزيت وبعد كده هنضع كمية منين من الماء ادي كمية الزيت وضعناها هنضع عليها كمية من الماء وهنشوف فعلا ايه اللي هيحصل ادي كمية من الماء ايه اللي احنا ملاحظينه هنا؟ هنلاحظ كده مع بعض هنلاحظ ان الجزء العلوي علشان كسافة الزيت اخف من كسافة الماء بدأ ايه؟ يصعد على السطح وفي سطح انفصال موجود بين الاتنين هنا هوت نظهرها برضو كده ادي كمية الزيت وادي كمية ايه؟ الماء طيب احنا عايزين نفصل الاتنين مع بعض نعمل ايه؟ بنجيب جهاز اسمه جهاز اللي هو امع الفصل انا جايب لكم جهاز امع الفصل معايا هوت ايه دي جهاز امع الفصل عبارة عن امع عادي خالص بس بيفرق حاجة واحدة بس ان هو له صنبور هنا الصنبور دوت بنستخدمه علشان ايه؟ بنضع كمية المحلول هنضعها هوت خلينا مع بعض نشوفها كده هنضع كمية الزيت مع كمية المية بعد كده نشوف ده عبارة عن ايه؟ ادي كمية الزيت طفي على السطح هيت وكمية المية ايه اسفل هنجيب بقى الكاس ونضعه كده عشان ننزل فيه كمية ايه اللي هيتم هنا؟ احنا عايزين نفصل محلول عديم الامتزاج يعني عايزين نفصل الزيت عن المية وهقولك دي هتفيدنا في ايه؟ بنبدأ نعمل عملية فتح للصنبور كده بمجرد ما نفتح ايه اللي هينزل الاول؟ المية ولا الزيت؟ برافو المية احنا كده شايفين المية نازلة هيت هنشوفها كده مع بعض واضح هيت لحد اول نقطة زيت هتيجي تنزل بنعمل عملية ايه؟ عملية غلق لامع الفصل كده ايوة تمام روح فصلين كده هوت لو احنا لاحظنا هنا ايه اللي احنا ملاحظينه؟ هنشوف كده مع بعض هنميلها كده مع بعض علشان نشوف ادي كمية الزيت بقت فيه الامع وكمية المية نزلت فيه الكاس يبقى في الحالة دي امع الفصل بيستخدم علشان نفصل محلول عديم الامتزاج يعني الزيت مع ايه؟ مع الماء طبعا احنا نستفيد من الحتة دي اتفي ايه؟ بننصح برضو اعزائنا المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال قناة مصر للتعليم الفني لو ست البيت وقفة في المطبخ وهي بتحمر حاجة وعندها كمية من الزيت والزيت ده موجود راح كوباية مية كانت موجودة معاها راح اتوقع على في صنية الزيت في بعض السيدات بيتخيلوا ان كده الزيت باز ممكن ياخدوه ويرموه لا طبعا في البيت مفيش قمع فصل طب ايه اللي هيحصل؟ هنجيب كيس الكيس اللي هو بتاع التلاجة اللي احنا من نضع فيه لبن او مية او حاجة زي كده هنروح مفراغين فيه كل الكمية بس ما تبرد بعد كده نعمل سقب في نهاية الكيس السقب ده ايه اللي هيحصل؟ هينزل منه كمية المية ولا الزيت الاول؟ برافا هتنزل المية الاول بمجرد ما تنزل كمية المية هروح قافل الكيس واخد كمية الزيت المتبقية اروح حاطة الزيت في الصينية تاني وابدأ اعمل عملية ايه؟ ابدأ اعمل عملية تسخين بسيط على شاء لو فيه اي بقايا من المية يحصل لها عملية ايه؟ عملية تبخير يبا لو جالك سؤال يقولك ما هو الجهاز المستخدم في فصل محاليل عديمة الامتزاج؟ هتقول ايه؟ هتقول امع الفصل او فيما يستخدم امع الفصل يستخدم في فصل المحاليل عديمة الامتزاج نشوفه النقطة اللي بعد كده هايت دي المحاليل اللي هي عديمة الامتزاج قدامنا هي محاليل تكون قابلية زوابان كل من السائلين في الاخر ضئيلة جدا لدرجة يمكن اهمالها حيث يظهر سطح انفصال واضح بين طبقتين السائل مثل محلول الزيت في الماء وهو ده الكلام اللي احنا عملناه دلوقتي كيف يتم محلول فصل محلول عديمة الامتزاج؟ طبعا قلنا عن طريق ايه؟ عن طريق امع الفصل تالت حاجة من المحاليل اللي هي المحاليل محدودة ايه؟ الامتزاج معنى محلول محدود الامتزاج يعني هو عبارة عن سائلين برضو بس المادتين بيمتزجوا مع بعض بس في حدود معينة يعني نبدأ نضيف كمية من المزاب على المزيب تزوب لحد فترة معينة تبدأ تظهر عكارة طب بعد العكارة ايه اللي هيحصل؟ اجزود كمية تانية من المزاب يحصل عملية ايه؟ عدم امتزاج وفي الحالة ديك بيتكون سطح فاصل بيتكون سطح فاصل زي الفنول في الماء بتحصل نفس ايه؟ الموضوع ده يب عندنا لما يجي سؤال يقولك اذكر انواع المحاليل على حسب الامتزاج هتقول ايه؟ ما نقولش بقى محاليل غازية في حالة غازية او حالة سائلة او حالة صلبة لان ده تعتبر الاجابة خطأ لكن لما يجي يقولك من حيث الامتزاج هتقوله عندنا محاليل تامة الامتزاج محاليل عديمة الامتزاج محاليل محدودة ايه؟ الامتزاج تعالوا مع بعض نشوف اللي هي المحاليل محدودة الامتزاج هي عبارة عن ايه؟ بيقولك هي عبارة عن هي محاليل تكون قابلية زوابان كل من السائلين في الاخر محدودة ولذلك احنا بنقول عليه ايه؟ محاليل محدودة الامتزاج زي وتعتمد درجة زوابان كل منهما في الآخر على درجة الحرارة مثال كده ايه محلول الفينول في الماء او الاتير في الماء زي ما احنا لسه عالين دلوقتي حيث ان درجة زوابان الاتير تسمح بزوابان هذه الكمية القليلة في هذا الكم من الماء طيب ايه اللي بيحصل بعد كده كلما اضفنا كمية اخرى من الاتير يبدأ المحلول في التعكير الى ان يصل الى تكوين طبقتين احدهما من الاتير والاخرى من الماء عندنا محليل بقى المواد الصلبة في السوائل وده النوع التاني من انواع المحليل اللي هي في الحالة السائلة نشوفها كده برضو مع بعضها هيت احنا قلنا محليل الحالة السائلة عندنا غاز في سائل وده خدنا قبل كده النهاردة خدنا سائل في سائل وبناخد صلب في سائل صلب في سائل ايه معنى الكلام ده هوت يعني عندنا المزيب سائل اما المزاب مادة صلبة في حد يقدر يقول لي زي ايه احنا نسا عاملينها دلوقتي برافو يعني السكر في المية لما ناخد معلقة سكر ومندوبها في المية ده عبارة عن محلول ايه صلب في سائل قلنا ليه محليل في الحالة السائلة لان المزيب هنا ايه سائل اللي هو المية المزيب سائل اما المزاب ممكن يكون سكر او ملح لو سكر يبقى في الحالة دي هيكون محلول ايه سكري ولو ما Wallace يدينا محلول ملح على فكرة جزئية ديت مهمة قوي ومحليل الصلب في السوائل ديت من الحاجات المهمة اه في المعمل لان اغلب المواد الصلبة لما بنداوبها في المية بتدينا محليل بقى سواء محلول سكري او محلول ملحي حتى لو اشتغلت في معمل صناعات غذائية انت محتاج المحلول السكري اما في صناعة الشربات او في صناعة المربة او المحلول الملحي في صناعة ايه المخللات تعالوا مع بعض نشوف ايه معنى كلمة المواد الصلبة في السوائل يعني قلنا ان المزيب صلب والمزيب هو ايه سائل تعالوا كده مع بعض بيقولك هي المحليل التي تتكون من زوابان المواد الصلبة القابلة للزوابان في بعض السوائل وعلى فكرة خلي بالك لان دايما لنبنجي نكون المحليل سواء محليل في الحالة الغازية او محليل في الحالة السائلة او محليل في الحالة الصلبة لابد نراعي طبيعة المزيب وطبيعة ايه المزيب لان مش كل مادة صلبة هتدوب في مادة سيلة بمعنى ايه الكلام ده احنا عندنا الرمل ما الرمل المادة ايه صلبة هل نعرف ندوبه في المياه طبعا لا لكن السكر بيدوب الملح بيدوب يبقى في الحالة دي لابد اما يجي لك سؤال يقولك ما هي العوامل التي يتوقف عليها تكوين اي نوع من انواع المحليل دي هنقول اول حاجة طبيعة المزيب وطبيعة المزيب زي ما احنا قلنا في محليل الحالة السائلة اللي هو الغاز في السائل اللي احنا قلنا عليها المياه الغازية المياه الغازية هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن غاز في سائل غاز ثاني أكسيد الكربون فيه مية بس فيه احتياطات معينة أو فيه حاجات معينة لابد أن نحن نرعيها عند تكوين إيه؟ المحلول اللي هو في الحالة السائلة اللي هو عبارة عن غاز في سائل طبيعة الغاز الأول أو طبيعة المزاب وطبيعة المزيب تاني حاجة الضغط الجوي تالت حاجة وديت مهمة قوي درجة الحرارة لأن لو درجة الحرارة مرتفعة غالباً الغاز مش هيدوب في السائل لأنه لما نجيب إزازة المياه الغازية بمجرد ما بنسخنها شوية باللاحظ إيه؟ باللاحظ أن فقاعات الغاز عمالة تتفلت من جزيئات المزيب وتتصعد وفي النهاية تحس النكهة بتاعت المياه الغازية بيبقى طعمها إيه؟ مش مقبول شوية المياه الغازية قلنا هي عبارة عن مكسبات طعم ولون وممكن يكون ريحة بس الأساس فيها أساس تكوينها هو عبارة عن الغاز في إيه؟ في السائل يبقى المواد الصلبة في السائل قلنا زي السكر في المياه والملح في المياه ده أبسط مثال إحنا ممكن نقوله وقلنا هي المحليل التي تتكون من زوابان المواد الصلبة القابلة للزوابان في بعض الإيه؟ في بعض السوائل من أمثلتها محلول السكر في الماء أو محلول الملح في الماء ما هي العوامل التي تؤثر على زوابان مادة صلبة في سائل؟ على فكرة دي مهمة وسؤال ممكن ييجي في الامتحان يقولك ما هي العوامل التي تؤثر على زوابان مادة صلبة في سائل أول حاجة عندنا طبيعة المزيب اللي هو السكر أو الملح أو أي مادة تانية مش لازم السكر أو الملح تاني حاجة طبيعة المزيب يعني إذا كان مية إذا كان كيروسين إذا كان بنزين تالت حاجة درجة إيه؟ درجة الحرارة لأن درجة الحرارة بيتوقف عليها تكوين محليل الصلب في السوائل وهنشوفه دلوقتي فيه تكوين بعض المحليل اللي هو المحلول الغير مشبع والمحلول المشبع والمحلول الفق مشبع دي أنواع المحليل الصلب في السوائل ولذلك أنا دايما بقول لك أنواع المحليل دي أسئلة كتيرة أول لو جالك السؤال الأولاني اللي احنا قلناه في بداية الحالة وقال لك أذكر أنواع المحليل بس هنكتب كل أنواع المحليل اللي احنا قلنا عليه لكن لو جاء قال لك أذكر أنواع محليل الحالة السائلة من حيث الامتزاج هتقول محليل عديمة الامتزاج محاليل محدودة الامتزاج محاليل تامة الامتزاج لو قال لك يذكر مثالي يبقى نذكر مثال لكل منها لكن لو جاء قال لك محاليل الصلب في السوائل محاليل الصلب والسوائل من حيس تشبع هنقول فيه عندنا محلول משبع محلول غير مشبع ومحلول فوق مشبع هي ديت أنواع المحاليل في الحالة السائلة اللي هي عبارة عن صلب ايه؟ صلب في سائل تعالوا مع بعض كده نشوف كيف يتم فصل محليل المواد الصلبة في السوائل طبعا احنا خدنا قبل كده كيف يتم فصل محليل تامة الامتزاج عن طريق جهاز التقطير ايه؟ برابط التقطير التجزيئي طيب عندنا تاني حاجة اللي هي كيف يتم فصل محليل عديمة الامتزاج اللي هو الزيت في المية اللي احنا قلنا هي عبارة عن ايه؟ قمع الفصل ورانا هولكو وقلتلك ممكن تتغاضع عن قمع الفصل بواسطة كيس بلاستيك ان انت بتحط كمية الزيت وكمية المية في الكيس وبتعمل سقب في اسفل لحد ما المية تنزل وبنقفل ده علشان دايما في البيت مش هيكون فيه قمع فصل طيب المحليل اللي هي عندنا بقى لو جاء قالك اذكر كيف يمكن فصل محليل او محلول صلب في سائل ده لابد من استخدام جهاز اسمه جهاز ايه؟ التقطير البخاري جهاز التقطير البخاري هو شكل جهاز التقطير التجزيئي لكن الفرق بين الاثنين ان جهاز التقطير التجزيئي فيه حاجة اسمها عمود التجزيئ وده موجود في المعمل عندكم واكيد شفتوه او المدرس وره لكم تعالوا نشوف ادي جهاز التقطير البخاري عبارة عن دورق وعندنا مكسف او مبرد بيكسف كمية الابخرة اللي بتطلع يعني بيحول السائل طبعا دورق دوت اه اللي هو على اللهب ده بيبقى محتوي على ايه؟ اما ان يكون محلول سكري او محلول ملحة نفترض ان محلول سكري بمجرد ما بنعمل تسخين ايه اللي بيحصل؟ بيتبخر المية بس وبيفضل كمية الايه؟ كمية السكر موجودة فبمجرد ما المية بتتحول الى بخار لحد ما توصل للمكسف لان المكسف بيبقى فيه مدخل للمية البردة والمخرج التاني تخرج منه المية فيعمل عملية تبريد للمصورة اللي هي في المنتصف ديت بيحولوا في النهاية الى ايه؟ الى سائل وبتعتبر في الحالة ديت اسمها ماء مقطر اسمه ايه؟ ماء مقطر نشوف بعض كده المحليل الحقيقية عندنا فيه برضو ممكن نقول فيه انواع محليل الصلب في السوائل عندنا محليل حقيقية ومحليل غير حقيقية ومحلول معلق ايه هو المحلول الحقيقي؟ هو عبارة عن المحلول او المخلوط المتجانس اللي بيتكون من مادتين او اكثر المادة الموجودة بنسبة قليلة تسمى مزاب والمادة الموجودة بنسبة كبيرة تسمى ايه؟ تسمى مزيب ده المحلول العادي اللي هو بيتكون من من زوبان السكر في المية او الملح في المية طبعا ده له بيبه له امتيازات معينة او له خصائص معينة هنقولها دلوقتي اما المحلول المعلق هو عبارة عن مادة بتزوب مش بتزوب بقى هي بتتوزع جزيئاتها في الماء لو تركناها فترة باللاحظة ان هي ايه بتترسم في حد يقدر يقول لي زي ايه انتعارفين لو جبنا مسحوق التبشير وعملنا منه مسحوق او جير ووضعناه في انبوبة اختبار ووضعنا عليه كمية من الماء وعملنا له عملية رجع فعلا بيحصل عملية ايه عملية اه زوبان لكن لو تركناه فترة ايه اللي بيحصل باللاحظ ان بيتروح الايه بيروح المزاب هنقول بقى بالمزاب زي ما احنا بنتكلم المزاب يبدأ يترسب في قاع الانبوبة وبتفضل المية في الاخر برضو مسحوق التبشير نفس الوضع يعني ممكن نشأ او مسحوق التبشير ده بالنسبة لايه بالنسبة للمحلول المعلق اما بالنسبة للمحلول الغروي ده هنخصص له حلقة تانية ان شاء الله لان ده جزء برضو مهم اللي هي المحليل الغروي تعالوا نشوف مع بعض ايه هي المحليل الحقيقية وايه خواص المحليل الحقيقية ونكتبها برضو ايه مع بعض عندنا ايه هو المحليل الحقيقية بنقول هي محليل تتكون من مخلوط متجانس من صورة سائلة من مادتين او اكثر هي في صورة سائلة ليه لان طبعا المزاب سائل والمزيب ايه سائل يعني الاتنين في حالة سائلة وتسمى المادة الموجودة بنسبة كبيرة بالمزيب والمادة الموجودة بنسبة كبيرة بالمزاب والمادة الموجودة بنسبة كبيرة تسمى بالمزيب نشوف مع بعض كده خواص المحليل الحقيقية ايه هي خواص المحليل الحقيقية عندنا اول حاجة من الضروري تحديد المزيب والمزاب تحديد المذيب والمزاب تاني حاجة اللي هي نصف قطر دقائق المذيب تماسل نصف قطر دقائق المذاب رقم ثلاثة لا يمكن رؤية جزيئات المادة المزابة في المحلول لا يمكن رؤية جزيئات المادة المزابة في المحلول ده بالنسبة لخواص المحليل الحقيقي طيب احنا لو عملنا محلول حقيقي وهنشوف مع بعض لما نعمل المحلول الحقيقي ده نشوف فعلا الخواص دي هنشوفها مع بعض ولا لا على اساس ايه هناخد كمية من السكر اللي معنا هناخد منه كمية صغيرة بعد كده هنعمل عملية زوابان عملية الزوابان دي هناخد كمية من المية زي ما انا قلت دايما بنمسك الانبوبة في وضع مائل كده بعد كده هنضع كمية من الماء ونعمل عملية رج على فكرة برضو علشان دي معلومة مهمة قوي لك حزاري ان الواحد يمسك الانبوبة كده ويرج كده لان الرج كده خطأ ليه؟ بمجرد ان انت تضع ممكن المادة اللي موجودة داخل الانبوبة تكون مادة كوية ومجرد ما تضع صبعك وترجي كده الرج ده خطأ لكن احنا لما نيجي نمسك الانبوبة نمسكها كده ونعمل عملية الرج كده عملية الرج كده هي دي اسلام طريقة لعملية الرج لان دايما زي ما احنا قلنا لما انت هتشتغل في معمل الكيميا او معمل الفيزياء او معمل الصناعات حتى ممكن تستخدم مادة تكون كوية ولا حاجة هتعمل عندك ايه؟ هتعمل عندك مشكلة احنا لو جينا بصينا للمحلول قدامنا هوت المحلول احنا ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان هو شفاف هل ممكن نحدد جزيئات المزاب عن جزيئات المزيب؟ طبعا لا لان جزيئات المزاب اختلطت مع جزيئات المزيب لو احنا شفناها هو بقى شكل المية بالزبط لان جزيئات المزابة اختلطت ايه مع جزيئات ايه جزيئات المزيب يبقى لا يمكن رؤية جزيئات المادة المزابة في المحلول تمام طيب الجزئية اللي بعد كده اللي هي رابح حاجة في الخواص اللي هي تنفذ من خلال الاغشية شبه المنفذة يعني احنا لو عملنا محلول ملحي وهنشوف برضو دلوقتي ده احنا عملنا محلول ايه محلول سكري لان عبارة عن سكر في مية طيب كل اللي هيحصل ايه هو بيقولك ان هو ايه ينفذ من خلال الاغشية ايه الشبه المنفذة يعني احنا لو جبنا قمع ادي القمع قدامنا هوت وجبنا الكاس ووضعنا القمع في الكاس كده وبعد كده نبدأ نجيب ايه نجيب عندنا ورقة ترشيح على فكرة عرفك برضو ازاي نطبق ورقة الترشيح ادي ورقة الترشيح معانا هيت ورقة الترشيح بتتطبق ازاي بنروح عاملينها مرة كده على فكرة دي مهمة اوي ونروح عاملينها تاني كده تاني ورقة الترشيح بتبقى مستديرة بنروح عاملينها كده وكده بعد كده بنروح وضعينها فين في القمع زي ما احنا شايفين كده بالزبط بعد كده بناخد كمية المحلول اللي احنا عملناه وبنروح دلقينه فين في القمع كده هنلاحز بعد شوية ايه اللي هيتم لو احنا ملاحظين هوا بدأت ايه المية تنزل من ورقة الترشيح ده دليل على ايه؟ على ان كل المحلول لو احنا متأكدين ان ده عبارة عن محلول سكري وجينا خدنا جزء من المحلول اللي نازل ودقناه برضو لان ده هنقول هو محلول سكري واحنا عارفين ان هو محلول سكري ومعاقم ونضيف وكل حاجة يعني دي احنا ما بنعملهاش في اي محلول احنا مش متأكدين منه لكن لو عملنا تزوق للمحلول اللي نازل من القمع هنلاحظ ان في الحالة دية المحلول ايه؟ محلول برضو سكري ولو عملناه في محلول ملحي هنلاحظ ان هي نفس ايه؟ نفس الفكرة لكن لو جبنا محلول معلق وحطناه وعملناه بالطريقة دية ايه اللي احنا هنلاحظه؟ هنلاحظ انها تتكون كمية يعني هيحجز كمية المزاب على ورقة ايه؟ على ورقة الترشيح ودية فعلا لو سبناها شوية هنلاحظ ان هي فعلا هتعمل عملية ايه؟ عملية اه فصلة للمزاب عن المزيد في حالة ايه؟ المحلول المعلق يبقى من خواص المحلول الحقيقي انه هو بينفز من اجسام شبه المنفذة زي ورقة ايه الترشيح تعالوا كده نشوف مع بعض قالك المحلول الحقيقي متجانس للعين يعني احنا مجرد ما نبص فيه باللاحظ ان هو ايه؟ متجانس يعني شكل المية بالزبط ان فيش فيه اي مشكلة خالص انواع المحلول الحقيقية عندنا محلول غير مشبع وعندنا هو المحلول الذي يتقبل مزيدا من المادة المزابة عند درجة حرارة الغرفة يعني انت لو جبتوا كوباية وحطنا فيها معلقة سكر ودوبناها باللاحظ ان المعلقة دابت طيب لو حطنا معلقة كمان ممكن تدوب لحد نقطة معينة كل كمية هنضفها هنلاحظ ان هي مش هتدوب وفي الحالة دي بنسميه في الحالة دي محلول ايه؟ مشبع يبقى المحلول الغير مشبع جعان لسه غير مشبع يقبل المزيد من المزابة كل ما منضيف كمية مزابة بالدوب اما المحلول المشبع هو الذي لا يقبل المزيد من المزابة في درجة حرارة الغرفة لكن الفوق مشبع بيقبل مزيد من المزابة مع ايه؟ مع ارتفاع درجة الحرارة فاضل جزئية بسيطة جدا علشان الوقت ممكن يدهم ده اللي هي عبارة عن ايه؟ كيفية قياس تركيز المحليل من ايه استركيز المحليل ايه؟ بواسطة حاجة اسمها الايدرومترات الايدرومتر نعرفه كده مع بعض الايدرومتر هوت جايب لكم الايدرومترات معانا برضو علشان نباحنا عارفين ايه بننقلكوا فعلا المعمل هنا ده عبارة عن ايدرومتر الايدرومتر ده ايدرومتر السالومتر ايدرومتر ايه؟ السالومتر الايدرومتر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ساق زجاجية زي ما انتوا شايفينه هود ساق زجاجية فيها انتفاخين انتفاخ من اسفل وانتفاخ في المنتصف الانتفاخ الاسفل ده في كرات من الرصاص ديت ليه؟ علشان تخلي وضع الايدرومتر ايه؟ عمودي كده اما الانتفاخ الزجاجي عشان يعمل معايرة لجهاز الايدرومتر لما نضعه فيه ماء مقطر هيوصل عند الصفر الماء تمام او الصفر التدريج بتاع جهاز السالوميتر وانواع الايدرومترات فيه عندنا ايدرومترات بتقييز تركيز المحليل الملحية وايدرومترات بتستخدم لقياس تركيز المحليل السكرية اللي بيقيد تركيز المحليل الملحية عندنا الجهاز دوت السالوميتر وعندنا جهاز اسمه البومي اما اجهز قياس المحلول السكري عبارة عن حاجة اسمها البالنج والباركس برضو احنا جبنا مخبارين معانا همك هنروه لكم ده عبارة عن مخبار لان ده جزء مهم جدا وممكن يجي لك في الامتحان خلي بالك وهوريك ازاي تمسك الجهاز لان الجهاز ده عبارة عن ساق زجاجية والمخبار ده عبارة عن ايه عن ساق ايضا زجاجية لو احنا اي حركة غير صحيحة لايما هتأدي لكسر الجهاز او لكسر المخبار طيب احنا لو جه سؤال قالك ما هو الاساس العلمي لعمل الايدرومترات هي قاعدة ارشيميدس وقانون ايه الطف قاعدة ارشيميدس بتقولك اذا غمر جسمي في سائل فانه يلقى دفع من اسفل الى اعلى مقدار هذا الدفع بيعادل وزن الجسم المغمور طيب وضع الجهاز ده بيكون في المخبار ازاي ادي مخبارين احنا مش عارفين انه في المحلول الاتنين شكل بعض وده محلول حقيقي وده نفترض ان محلول حقيقي مش عارفين ازا كان ده مية ولا ده مية طيب هنحاول ان احنا نقيس بوسطة ايه الجهاز السالوميتر طيب احنا لو وضعنا الجهاز دايما بنضعه في الوضع الافقي كده الوضع العمودي بس ما نسيبوش يعني ما نجيش كده ونروح سايبينه مرة واحدة هيرتطن بقاع المخبار وهي انكسر ونمسكه بالابهام والسبابة ونعمل له عملية دوران دوران خفيفة كده ونسيبه لحد ايه ما يثبت بمجرد ما يثبت ناخد القراءة من على مستوى سطح الايه سطح المحلول طيب هنا القراءة جاية عند ايه عند الصفر عند الصفر درجة سالومترية يبقى هنا نحكم نقول ايه نقول ان المحلول ده ايه عبارة عن ماء مقطر طيب نشوف نطلع الجهاز تاني جهاز الايدرومتر ونضعه فين ونضعه في المخبار الاخر برضو بنفس الطريقة ان احنا بين اللي بها مسبابة وبنعمل عملية ايه عملية دوران دور كمان ايوان كده شايفين القراءة هنا وصل الفين عند اربعين درجة سالومترية يعني احنا لو لاحظنا ان الايدرومتر ده اعلى ارتفع لاعلى شوية لان في الحالة دي كسافة المحلول هنا بقت اكبر فرفعت ايه رفعت الايدرومتر الى ايه الى اعلى لو احنا جبنا جهاز معنا جهاز سالومتر تاني وهنضعه برضو في علشان نشوف الفرق بين الاتنين هوت بين المخبارين لو احنا لحظنا شوفنا الايدرومتر السالومتر ده هنا وصل ليه الصفر درجة سالومترية وهنا وصل الى اربعين درجة سالومترية وقالتلك دايما القراءة تكون في مستوى ايه في مستوى سطح الايه سطح الماء او سطح المحلول بالزبط لان الجزئية دي مهمة اوي يبقى انواع الايدرومترات عندنا ايدرومترات بتستخدم قياس تركيز المحليل الملحية وايدرومترات بتستخدم قياس تركيز المحليل السكرية في واحد يقول لي يا مستر هل يمكن استخدام ايدرومترات اللي هي بتقيس تركيز المحليل الملحية ليه بنقيس بها المحليل السكرية أو العكس أقول له آه لأن في علاقة بين الاتنين إن في علاقة بنقدر بيها نحول الكراءة من درجة سالومترية إلى درجة بالنج أو من بالنج إلى درجة سالومترية دية المعادلة دية إن شاء الله هنقولها لكم برضو الحلقة اللي جاية إن شاء الله لأن الحلقات اللي جاية دايماً إحنا هنركز في الجزء العملي لأن الجزء العملي مهم جداً وفي نفس الوقت إحنا بنقول جبنا لكم الأجهزة دية علشان نقدر إن إحنا إيه نعمل التجربة عملي قدامك وبالتالي إنت لما هتروح المدرسة هتعملها في المدرسة إن شاء الله يبقى إحنا خدنا دلوقتي بالنسبة لحلقة النهاردة حلقة مهمة جداً اتكلمنا فيها عن أنواع محليل الحالة السائلة اللي هي السوائل في السوائل خدنا منها اللي هي المحليل تمت الامتزاج ومحليل محدودة الامتزاج ومحليل عديمة الامتزاج قلنا المحليل تمت الامتزاج يمكن فصلها عن طريق جهاز التقطير التجزيق وإن المحليل تمت الامتزاج في منها نوعين محلول متماثل لما يكونوا السائلين اللي هو المزيب والمزيب الخواص الكيميائية بتاعتهم واحدة الغير المتماثل يكون الخواص الكيميائية بتاع المزيب والمزيب غير متشابه قلنا المحليل عديمة الامتزاج زي الزيت في المية وقلنا يمكن فصله بواسطة أمع الفصل وأمع الفصل ورانهلكو اللي هو قدامكو دوت اللي احنا شفناه في بداية الحلقة اللي بعد كده اتكلمنا على محليل الصلب في السوائل وقلنا زي محلول السكر في المية اتكلمنا على المحليل الحقيقية وقلنا هي خواص المحليل الحقيقية طبعا احنا عارفين دايما الوقت بيدهمنا بنشكركم على حسن الاستماع وبنشكر قصة البرنامج وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة